السلام عليكم. هتكونوا معنا ان شاء الله في تاني حلقة من فيوتر فيجن كاست. انا دكتور محمد حبيب اخصار امراض الجلدية والتنسلية. ان شاء الله هيكون معانا بداية من الحلقة دية ضيف تاني. هنبتدل ان احنا نستفيد من خبرته في المجال بتاعه في ناحية تجميلية. هي فكرة البودكاست بشكل عام. اه الدكتور اللي هو مهتم بالمجال التجميلي يقدر ان هو يسمع داتا خاصة به المجال دوت. في اي وقت بالنسباله في يوم المشغول وهو في العربية وهو بيسمع في الموبايل يعني في اي وقت فاضي بالنسباله. اه حتى وهو في البيت عايز يبتدي ان هو يفصل شوية. ممكن دي حاجة من الحاجات اللي هو يسمعها. تبتدي ان هي تطيف لي حاجة من الحاجات اللي هو حابب يعرفها في مجال التجميل للناس المقبلة على الموضوع دوت. او حتى الناس اللي هي شغالة فيه بقالها شوية بس. اه بالنسبالها بتحب ان هي تعرف ايه الموجود جديد او ايه الاوبديتس او ايه الجديدة اللي ممكن يواجهها. النهاردة معانا دكتورة مروى جمال بتشرفنا اه استشاري الامراض النساء والتوليد واستشاري الحقن النساء التجميلي. اه بنرحب حركة دكتور مروى. ازاي يا دكتور محمد حضرتك عاملية. اهلا بحركة. طيب احنا النهاردة طبعا هنبتدي ان احنا نتكلم مع دكتورة مروى بخصوص الحقن التجميلي بشكل عام في مجال النساء. وهنبتدي ان احنا نعرف ايه الحاجات اللي هي بدأت ان هي تواجهها في القصة ديت. ونبتدي ان احنا نفهم كمان اه بشكل اكبر اه ايه هي الخطوات اللي ممكن ان احنا ناخدها علشان خاطر نبتدي نشتغل في المجال ده. وايه هي الحاجات اللي احنا محتاجين نتفاديها علشان خاطر المجال يبقى او النتيجة بتاعتنا في الحتة دي تتبقى افضل بكتير. احنا اول حاجة دكتورة احنا عايزين نعرف اساسا ايه اللي خلت حدرتك في البداية او ايه المؤثرات اللي خلت حدرتك تحب ان انت تخش في مجال التجميل النسائي من الاساس وتختار ان انت تبقي يعني ليك خبرة فيه واني يبقى فيه مجال شغل في الناحية ده. طيب هي حاجتين احنا في الاول انا في الاول ما دخلت النساء والسطايل بتاع النساء والسطايل اللي عيشت النساء كل دكتورة عارفينها والسترس والبلود والصحيون بدري واللي هو والده فجأة وكل اللايف سطايل بتاع النساء هو طبعا سطايل يعني لي ناسو ونس بتحبوه في ناس ما بتحبوش وكده بس الاسترس على طول على طول في النساء كان كان ما خلينا اللي هو لا وقت للفاميلي ده اي لا وقت للنفسك لا وقت لمذاكرتك لا وقت لحاجة لان فجأة انت بتصحى الصبح بتلاقي نفسك انت مش عارف بكرة في ايه مش عارفت بلان حتى وقت لاجستك وقت لدراستك وقت لعيلتك خالص ده كانت البداية فقلت ايه عايزة حاجة اهدى ويه لقيت كل دكتورة النساء عشان تروح لحاجة اهدى فبتروح للآيف اف بتروح للصنار بتروح والحاجات دي ما كانتش بتستهويني لان انا كنت بحب يعني انا نفسي بحب التخليق بتاع النساء يعني ايه اللي هو ان انا يعني ان انا بدور مثلا يبقى في طفل يبقى في حاجة جيدة ان انا ادخل السرور على بيوت البيشنس فده ما كانش ماشي مع الصنار او ماشي مع الايف اف لان الايف اف برضو نسبة النجاح فيها قليلة جدا وخصوصا مع الحالات اللي بتوصل للايف اف بتبقى الدنيا مش احسن حاجة فديجي انت البداية اما دخلت النساء التجميلي او اللي انا بسميها النساء التكميلي لقيت ان الموضوع اكبر من كده لقيت الموضوع ما بيقتصرش ان انا عن ناحية جمالية اي نعم احنا اخر برانش تقريبا نزل معا ناحية التجميلية طبعا الجلدية كانوا اول ناس وبعد كده الجراحة جرحت التجميل العظام بقى فيها تصحيح قوام تصحيح عيوب خلقية في العبود الفقري فلما بجيات النساء كانت النساء دي من اواخر الحاجات اللي دخلت في مجال التجميل لان البيشنت اللي هو بيدور على مجال التجميل هتلاقيه اصلا بيوتي سيكر هو بيدور على الجمال في كل حاجة فجات النساء كانت كملت الدنيا دي لقيت الموضوع اكبر من كده بكتير لقيت الموضوع اللي مش هيعرف التجميل النسائي او التكميل النسائي زي ما هو دلوقتي بقى اسمه تكميل الوظيفي النسائي هيبقى بعيد جدا عن كل تخصصات النساء يعني ما بقاش option ان العيانة عندها مثلا سلس بولي وما ينفعلهاش عمليات وانا كدكتور النساء مش عارفة فيدها دي عياننا اللي هي من سن 35 40 45 life span بتاعت العيانة المريضة النساء اللي هي بتاعتنا او اللوير الكاستمر بيعيش لغاية ستين وسبعين وتمانين سنة وانا مش عارف اقدمها غير في انها تجيب اطفال ده انا كده انا كده ما بفتش المرأة كمرأة فعلا فاللي هو ازاي عيانة تيجي تسألني مثلا عن السلس ازاي عيانة تيجي تسألني عن مشاكل بينها وبين زوجها وانا مش عارفة حلها وخصوصا ان السكسولوجي كمادة ما بتتخدش عندنا في الطب ده كترة شخصيا بيجي تقولك دكتورة مروة انا عندي سكس دي بروبيشن انا عندي لو دزاير انا عندي دراينس انا عندي جفاف اللي هي كل مشاكل النساء الجفاف الالتهابات المهبلية المتكررة فمبقيتش تجميلي بقيت اللي هو يا ام عرفها يا ام اطلع برا السوق فعلا change or you will be changed فمبقاش تجميل احنا قدخلنا من بوابة التجميل بس مبقاش تجميل بقينا meeting patient needs العيانة جاي تقولك انا عندي جفاف مهبلي هتقولها لا انت تجميلي انا دكتور نساء بس خلصت خلصت she will never trust you ونبعاتها لدكتور تاني عشان عندها مثلا تشنج مهبلي وانها مش قادرة تشنج مهبلي انتشر بطريقة كبيرة جدا ويملوش علاج غير في التجميل نساء يعني ملوش علاج ادوية غير في التجميل نساء انا كدكتور نساء هحولها who will trust you ماينفعش متعرفوش فكانت ده بالنسبالي era era evolving عمالة تزيد كل يوم وpatient needs العيان بقي يعرف عنه اكتر من الدكاترة والدكاترة مش عارفين عنه حاجة you should note يعني لو مش هتتعلم اطلع اطلع برا الفيلد بتاع الطب شخصيا ده اللي احنا عارفينه في كل الطب وخصوصا في التجميل نسائي انه فيلد مش موجود عندنا في الكليات اصلا فاحنا ما متعلموش غير برا تعلمتوا برا سافرت ما لقيتش ما لقيتش التب التجميلي والطب regenerative medicine مش موجود في مصر زي ما انتعارف regenerative medicine ملوش امه واب زي ما بيقولوا ملوش غير برا مصر روحت اخدته في تركيا روحت اخدته في اليونان روحت اخدته في المانيا ماشي بقيت اجمع من كل حتة لانه هو ملوش ملوش معين في مصر لانه لسه ملوش جايد لاينز بس لازم اعرفه ننفعش العيان يجي يشتكي وقوله لا والله لسه معلنيش المعلمات الكافية والجايد لاينز اللي قدر اخدمك بيها هيا بشي يعني خلاص مش تعرف تدخل السوق ده فمبقيتش ناحية ان انا بس عايزها يعني اقل الاسترس بتاع النساء لا ده انا مش هعرف اشتغل نساء غير بي يعني بأمانة انا فعلا I changed my life and others life بالتخصص ده ده فعلا يعني حاجة من الحاجات اللي احنا بتأثر علينا كلنا في مجال التجميل وحاجة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا علي في البودكاست فعلا اولاني ان هو التجميل فعلا مالوش زي ما حرق قلت كده مالوش ابو ام يعني مالوش مالوش سورس ومعين ممكن ناخده منه ما بيتقلش بشكل عام في الحتة اللي هي القنوات الطبيعية اللي احنا بناخده منها لازم الواحد يبتدي ان هو ياخد فيه قصة كده فالمقطة دي فعلا بتفرق مع الناس كتير قوي وفعلا يمكن ده اللي بيخلي الواحد يبتدي ان هو يسيك بقى التدريب في الكلام ده كله يبتدي ان هو يكبر القصة بتاعت الخبرة عنده في التجميل خصوصا زي ما حرق قلت كده انه بقى فعلا بشكل كبير جدا ولازم يبقى الدكتور عنده نالج فيها وانا متفق جدا ما احرق فعلا ان هو لازم يكون الدكتور عارف كل ما يتعلق بالتخصص بتاعه ايه فعلا اللي بتفرق ما بين الدكتور شاطر ودكتور يعني مش قد كده طيب ايه الفكرة بقى احنا بالنسبة لنا حرق شايفة ان الدكاترة اللي مهتمين بالتجميل النسائي ايه الخطوات اللي هم ممكن ياخدوها بحيث ان هم يقدروا ياخدوا احسن experience ممكنة في او خطوات مبدئية كويسة تحطوهم على الاول الطريق بشكل كويس في الحتة دي موسيقى محمد الله انا مش قصدي ان هي تدريب بس بس فعلا السورسز بتاعة الاراية مش كافية خالص وخصوصا في مجال لسه بي evolve ولسه جديد واللي برا شغالين فيه زي ما بنقول كده keeping it secret فعلا اللي هو ايه حاسين ان الحتة دي هم عايزين يفضلوا مخبيينها عايزين ده برا نهيكة عن جوا مشي مع علينا الفيلد ده ليه ناسه اللي عارفينه اللي مش عايزين يطلعوا معلماته برا حتى ده احنا كنا بنتضرب معاهم وبنسيكي المعلومة بالعافية والتطور فيه كتير جدا يعني اللي كنا بنستخدمه اول ما بدأت انا التجميل النسائي بقى فيه حاجات حسن منه كتير جدا وبرضو احنا زي ما بقول احنا دخلنا على تخصصات التجميل على تخصص الجلدية على فهم مش هقدر انكر ان هم ادرب الجلد مني بس انا ادرب الاناتومي منهم فماينفعش ده يشتغل لوحده ماينفعش ده يشتغل لوحده فلازم تاخد العلم من الاتنين فلازم تاخدها من حد قبلك مش هقولك هو قبلك بس في المجال لانه اعد على حاجات كتير زي ما بقول ايه دايما والله بقولهم ابتدوا من مطرح لان احنا شفنا كتير وتعلمنا كتير وسافرنا وروحنا حيطة كتير قوي عشان نتعلم معلومة انت ممكن بتكون بنسبالك صغيرة بس هتلاقيها بتفرق كتير في عياتك فابتدي من يعني stand on the shoulder of joints زي ما بيقولوا ابتدي من مطرح محد تاني يعرف لان الدنيا عمالة تزيد ماشي ووفق المجال ده مش قراية بس مش قراية لانهو ملوش sources ملوش sources والبيبرز فيه متضاربة بطريقة يعني اللي يقولك حاجة استخدمها تحفة يعني التاني يقولك ملهاش لازم فاتعلم من اللي شافوه غيرك اتعلم hands on اتعلم جئيد حد على ايدك هيعرفك ويأثر عليك الطريق جدا هيأثر عليك طريق complications جدا لان complications في المجال ده وردة بطريقة كبيرة جدا هيعرفك كما تحصل تعرف انها حصلت actually لان فيه احيانا العلم النقص بيخليك ما تعرفش ان انت في complications أصلا بيعرفش ان انت عيقعت في مشكلة طيب ويعرفك لو حصل مشكلة هتعمل ايه بالزبط first second third هتعمل ايه ده التعليم الصح غير كده you are facing مجهول طبعا انا محرك في الحتة دا انا دايما بقول حتى كمان للدكاترة اللي بيكونوا موجودين معايا يعني الشغلان اللي انت يعني مش عايز تبقى صابي فيها ما يفعش تبقى معلم فيها معلم ترى دي نقطة مهمة جدا لازم يكون في experience متاخدة يعني first hand كده من حد تاني عنده الخبر دي عد على الحاجات دي عد على الحاجات دي وقدر ان هو يتعامل مع variations المختلفة الكبيرة اللي بنشوفها مع patients بتوعنا اللي هي طبعا احنا بنتفاجئ ان اساسا حتى الحاجات اللي لها guidelines ومكتوبة في الطب personal variation اه طبعا بتختلف جدا بين ادم دوت استجابته لحاجة غير استجابة دا غير استجابة دا والعيان بيبقى جاي زي ما انت قلت oriented من social media لا انا عايز النتيجة دي انا قلوهم دايما انا عايز ادخل كذا اطلع اطلع مفيش مني لا حضرتك ال expectations دي لازم تبقى وقعية ومين اللي هيعرف وقعية expectations انت وانت اللي هتنقلها صح للعيان وهتعرف توصله للوضع المرضي بالنسباله بطريقة صح محدش يقدر يعملها غير الدكتور بس يكون فاهم الدنيا صح قائز جدا طيب فعلا يعني دي نقطة بتبقى مهمة جدا ويعني يعني بالنسبة للقصة بتاعت التدريب اعتقد ان دي لازم تبقى نقطة مهمة جدا بالنسبة للدكتور اللي بيبتلي ان هو يشتغل عليها ان هو يبقى عارف يأكسبكت ايه من الحاجة اللي هو بيعملها يعني مش اي حاجة ممكن ال patient تطلبها هي available او متاحة ان احنا انها تتنفذ خيالات عالية او اه بالضبط فعلا الموضوع فعلا بيبقى subjected جدا لخيال ال patients بشكل بير خصوصا ان الموضوع بيتشفرا على social media ومع الفلاتر والكلام ده كله وبقت القصة طبعا ان رياليستي العيانة بقت بقى جاية انا عايزة ما هي الخنانة دي تلعت كذا طبعا لا فيه فلاتر كتير حابب فيه فلاتر كتير طلعت لشكل ده وفي التجميل النسائي بالذات انتو عندوكم الدنيا شوية بتبقني يعني كده بقى كده لا ده فلاتر فعارف تقولها تحت الدنيا بقى علاج الكذا السلس البولي علاج في جلسة واحدة social media ضربة الدنيا ضربة الدنيا وطبعا money talks انا دايما بقول money talks صاحب جهاز معين عايز يحسن له الاداء بتاعه فيبقى ده بيعمل السحر مين اللي هي هيفهم الدنيا دي بتتعامل ازاي وهينزل حاجات على ارض الواقع ويفهمها للدكتور بحيث يطلع احسن نتيجة هو الدكتور اللي عد بحاجات دي احنا جاين لكم بعد العرف بقول لهم احنا جاين لكم بعد المشكلة احنا جلنا حاجات كتير ابتدي بعدين ابتدي بعد ما احنا شوفنا بدلا ما تاخد يعني بلاش تتوت it in a very hard way بمناسبة القصة دي دكتورة برضو انا عايز اعرف رأي حردك ايه في المعلومات اللي ممكن تكون بتتقال في السوشيال ميديا ما بين الباشنس وبعضهم والدعاية اللي بتتوصل بشكل مباشر عن طريق الشركات اللي بتبتدي تخش وعايز اتبيع في الناحية بتاعت التجميل ديت للباشنس وممكن يكون في منها معلومات ممكن تكون مثلا في منها الصح وفي منها الغلط يعني ايه رأيي حردك في القصة دي بصة انا هكلم عن التجميل النسائي التجميل النسائي اغلب معلومات السوشيال ميديا مغلوطة اغلبها يعني ممكن يكون الجلدية مش كده ممكن تكون نص ونص النساء اغلب المعلومات مغلوطة وملهاش اي باجراوند حتى عملي حصل يعني يعني انا انا لسه والله لسه شايفة مبارح علاج الثلس البولي في جلسة واحدة بجهاز كذا طبعا الجهاز باثنين مليون ونص مع احترامي للشركة المروجة بس مين لقل كده ربنا بس اللي يعمل كده يعني انا او اي جهاز في الدنيا لازم يبقى الدكتور فاهم الجهاز ده بيشتغل ازاي ويشتغل على مين اه ومين لأ لان ما فيش لو يعني اذا كنت بقول انا ما فيش عيان شبه تاني ما فيش اخت شبه تانية يعني لانا بعالج بيه اخت معينة ما اقدرش عالج بيه اختها بنفسك عدد الجلسات فازاي انا اروج لجهاز بهذه الطريقة وده اغلب الاجهازة لان ماني توكس انا بقول يعني فعلا الجهاز اما يوصل بارقام دي فالشركات بده ضخ معلومات للسوشيال ميديا يعني مش بتاع يعني مش هقول اثكلي ولا لجالتي ولا اي حاجة بس هتيجي على رأس الدكتور هتيجي على رأس الدكتور لان عيان جاي بالأكسبيكتيشنز دي لا لازم تفهم العيان حالتك كذا تشريحك كذا اعمل كذا انت حضرتك محتاج جلسة واثنين وثلاثة بقول ان احنا لو عندنا مثلا جهاز مثلا واحد جاي بجهاز باثنين تلاتة مليون جنيه والاجهازة دلوقتي وصلت للسبعة مليون وثمانية مليون وكمان عشرة مليون علاجة بتوصل الاجهزة لعشرة مليون غصبا عني كشركة او غصبا عني حتى كطبيب على فكرة هتلاقي غصبا عني عايزة علم مقصاته حتى يعني عايزة فعشالكذا دي من بقولهم ما تخلوش الحاجات دي هي اللي تحكمكم فما تدخلوش ان انتوا تجيبوا اجهزة هي مش بالجهاز يا جماعة والله العظيم هيفضل هي اللي تحكم بين دكتور ودكتور يا ما شفنا مراكز كتيرة جدا عندها اجهزة كتيرة جدا ومصروف عليها وقفلت وبتتباع دلوقتي وخصوصا بتاع الدولار والحاجات دي هتلاقي المراكز بتتبيع الاجهزة بتاعتها بنص التمن ليه لانها اعتمدت على الجهاز وما اعتمدت على سكيلز الدكتور هو اللي بيطلع النتيجة الصح من الجهاز مش الجهاز ما يبقى اغلى هو اللي يطلع النتيجة بالعكس انت ممكن يكون معاك جهاز تمنه طلت الجهاز التان او ربعه حتى ماشي وعشان انت متعلم سكيلز معينة وعارف تعمل ايه قبل ما تعمل الجلسة وعارف تدي ايه بعد ما تدي الجلسة وعارف العيان ده بيحتاج ايه بالزبط عشان بتدي بيه او كم جلسة بالزبط تطلع نتيجة احسن من مراكز كتير ما تكلف ملايين فهي المسألة مش مسألة انت معاك كام هي مسألة انت تعلمت تعمل ايه وطلع احسن نتيجة من العيان ده مع الجهاز ده ولا لأ فهي مشكلة الطب ومشكلة العالم كله والله يا دكتورة فعلا الموضوع ده بقى مشكلة كبيرة جدا لان الطب بشكل عام المفروض ان هو يكون اصلا خضع للقصة بتاعة الفلوس والكلام ده كله وان هو يكون التأثير المادي لأي عامل مؤثر عليه ودخول البريفت سيكتور في القصة دي في الفترة الأخرانية أثر بشكل كبير بشكل سلبي على الموضوع ده وخلت الدنيا مش مش ماشية زي زي المفروض كانت تمشي كان الاول طبعا المساطر على الموضوع ان معظم الممارسة الطبية يعني حكومية او اماكن منظمة للموضوع ده دلوقتي زي ما اتفقنا البريفت سيكتور بقى هو القصة بشكل كبير بالذات في المجال بتاعة التجميل كون ان هو زي ما اتفقنا ما فيش وقصة فهتلاقي المجال هو اللي بيحكم هو اللي بيليد فبالتالي الدكتور ممكن يبقى انفلونس بالقصة دي وحابب ان هو يماشي الموضوع بطريقة فينانشل لحد كبير بس انا شايف صراحة ان المفروض برضو اللي كنترول الموضوع ده هو الدكتور نفسه يعتمد على الاثيكس بتاعة الحالة دي وما ياخدش خطوة فيها ريسك كبير تكبره ان هو يبتدي ان هو يتنازل على النقطة دي يعني اه طبعا لازم طول الوقت ناخد ريسك بس الريسك ده يفضل محسوب وفي الحدود اللي هي تتخلي دايما الحاجة اللي انا بقدمها خاضعة دايما للبراكتس الطب السليم مش للفلوس بالنسبة بالجزئية بعد كده انا بالنسبة لي الدكاتورة اللي هما دخلين بقى في المجال ده تمام ايه الحاجات اللي هي ممكن تتقدم بشكل كويس جدا في التدريب بحيث ان هما هتخليهم يعني يحسوا ان هما شايفين تدريب متميز عن اي حاجات حيث التانية ممكن ان هما يكونوا خادوا فيها التدريب قبل كده او حاسين ان هما بدأوا يكملوا للمقصهم لان فعلا بنلاقي ان احنا في المجال بتاعنا كتير دكاتورة يجوا يقولون ان احنا ممكن نكون عدينا بالكورسات شبيهة في اماكن تانية بشكل ما بس الكورسات ديت ما كانش فيها معلومات فانديمنت المعينة او احنا اتفاجئنا في البراكتس بتاعنا بحاجة كنت المفروض ان هي تتقال وما تقالتش فايه هي الخطوات اللي ممكن ياخدها الطبيب اللي هو يعني مهتم بالتجميل النسائي علشان خاطر ان هو يحس ان هو فعلا بقى عنده القدرة ان هو يقدر يمارس المجال زي كده من غير ما يتفاجئ بحاجات كتير فيه اول حاجة دايما بقولها زي ما انت قلت بالظبط الحاجة اللي انت مش فيها بلية مش تبقى فيها معلم خلصت فلو انت مش هتتعلم البازيكس بتاعت الحاجة بحيث ازاي تظبط الحاجة من الاساس ولا جهازها ينفعك ولا اعيادة بشكل معين هتنفعك ولا ادفرتايزمت بشكل معين ولا الموضوع الموضوع عندنا وخصوصا في الطب عمتا مهما انبلغت السوشيال ميديا هتفيدك في الاول بس مش هتخليك تكمل وكمان زي ما ليها زي ما ليها سايد ايفاكس جمزة جدا ان زي ما بتعليك السوشيال ميديا زي اما تعمل حاجة غلط مش هترحمك وخاصة العيان لو انت مش عارف الاساسيات والمبادئ والفندمانتلز بتاعت الحاجة وتعلمتها من الاول صح وخصوصا في مجال جديد ما خدناهوش لا في الكلية وما خدناهوش من حد اكبر مننا وحتى اللي عارفه مش بيديه يعني طبعا personal variation فيه اللي بيدي بامانة وفيه اللي بيديش عشان المجال جديد لسه لسه evolving خالص فحتى الدكاترة النساء انا بتجيلي دكاترة نساء مروه هو ما عارفش عنه حاجة لو نتكلم البرانش ده بالذات ما يتكلمش فيه غير النساء طيب معلش بأنواعه ده احنا ما خدناهش خدنا حاجة والكوز واحد وبنعالجه بطريقة معينة فلو الكوز ده مش عند العينة دي خلاص انا ما عارفش عالجه فعلا وهو دكتور نساء واخد ممكن ماستر في النساء ماشي فالمجال جديد خد المعلومات الاساسية من أول من أول الفندمنتلز وابني عليها وقف بإيدك اشتغل على العين اشتغل شوف الفرق من العين دوت والعين دوت وده ينفعلوا إيه وده ما ينفعلوش إيه لأن ده الميديا مش هتنفعك فيه الميديا هتقلب عليك قلب بيضة يعني زي ما بيقولوا كده زي ما بتديك زي ما هتخصف بيك الأرض كلنا شايفين يعني على قد ما ده كترة جبار جدا وفي المجال وعملوا حاجات كتير جدا أما حادوا شوية عن الرولز اللي هي بتاعت البيزيكس قلبت عليهم الميديا الميديا زي ما بتدي زي ما بتاخد وما بتاخد بتاخد أكتر طيب بمناسبة القصة دي الميديا الدكتور ممكن يتعامل معها إزاي لأن احنا طبعا كده كترة قصة بتاعت الميديا دي بعيدة جدا جدا عن يعني البراكتس بتاعنا وعن اهتماماتنا أساسا فالسوشيال ميديا اللي ممكن الدكتور يتعامل معها إزاي ويقدر أنه هو سواء بقى من ناحية يوصل الحاجة اللي هو بيقدمها كشغل إزاي أو أنه هو يعمل نفسه براندينج عليها إزاي موسيب حمد أنا مش بكلم عن نفسي بس أنا مثلا أنا واغضة الـ MBA من الأيو سي Subspecialty Marketing مش لازم الدكتور ياخد ياخد كل دوت عشان يفهم في الماركتنج بس على الأقل حتى لو هيجيب شركة دعاية تساعده يبقى فاهم الدنيا بتتكلم إزاي لأن الـ Health Care Marketing غير الماركتنج العادي وده تلت تربع شركات الدعاية مش عارفا ما ينفعش كدكتور جلسة وعليها جلسة دي طب عمره ما كان بالرخص ده أبدا والعيان لما يوصل لو إحنا بنتكلم أنا دايما بقول الـ Estatic Madison أو الطب التجميل النسائي مش لكتوري مش رفاهية بس لا إحنا بنعالج حاجات أبسط أنواع النساء بتدور عليها التهابات المنتكررة الجفاف المهبالي الرغبة الزوجية المتدنئ الحاجات دي كل الشعب المصري وكل الشعب العربي بيجي لك يشتكي منها بمختلف طوافه فخلاص عشان كده بقول لكم لو اللي مش هيشتغل تجميل النسائي أو مش هيعرف حتى عنه شوية وهي هيجو out of the market فمش لو منكلمش على لكتوري خالص لو أنت مش عارف البايزيكس اللي هي تعرف تصلح بيها أو تعرف بيها الحدود الآمنة للبرانش دي مش هتشتغل النساء بعد شوية ده واحد اتنين الماركتينج زي ما كنا منتكلم البراندينج ما يعرفش عندنا الهيلس كير براندينج لازم الدكتور ما يجي ينافس ما ينافس بالسعر ما حدش هيجي في لكتشري ميديا أو لكتشري سيرفس عمرك وديت ابنك عشان دكتور الأطفال ده أرخص من دكتور الأطفال ده يا أكيد ويوم تحطلي أنا حاجة في وشي أنا هجي لك عشان أنت بتستخدملي أرخص من الماتيريل التانية أو أنك مثلا اديتني أوفر أن أنا هعمل جلسة وجلسة لأختي مجانا ما فيش ده في الهيلس كير سيكتور ماينفعش كده ودي مشكلة الشركات اللي عندنا الشركات اللي عندنا مش عارفة تعمل براندينج للدكتور بالحاجة اللي يفهمها العيان أنا جيالك عشان أبقى زي دي ده برضو غلط لأن ما فيش اتنين زي بعض في الدنيا لازم الدكتور أما يبين نفسه يبين نفسه أنه بيعرف إيه المناسب للعيان ده عن العيان ده إزاي يقدر يوصلوا لأكتر حاجة مرضية وشكل كويس ووظيفة كويسة على كل الناس ماشي اللي بالنسبة لك كويس غيرك بالنسبة له مش كويس حتى التجميل لو إحنا هننكلم عن التجميل بس مش الوظيفة التكملية اللي إحنا نقول عليها اللي إنت شايفه حلو غيرك شايفه مش حلو اللي عايز حتى أنت عندك في الفيلر في ناس تبقى عايزة شفيف كده وفي ناس عايزة الحاجات كده أنا ما بقولش الدكتور يفولو الدكتور بيعرف العيان الأفضل بالنسبة له إليه إن العيان مش عارف ماشي حتى على فكرة بعد ما تعمله اللي هو عايزه يقولك أنت الدكتور أنت اللي عارف أنا معرفش لازم تعرف أن العيان جايلك هو مش عارف وعايز إيه حتى لو جايلك بيقولك مثلا أنا عايزة أكبر حاجة معينة أنا عايزة نضارة في الحتة دي أنا عايزة أعلي دي على فكرة لو عملت هالو وإنت من غير ما تقوله إن ده مش هبقى هلو بالنسبة له وإن والمشاكل اللي هتبقى هيجيلك أيوة أنا قلتلك إن أنا عايز كده بس إنت اللي عارف أنا معرفش وعنده حق يو نو صح صح يعني أنا مش هعمل اللي عيان عايزه لأنه مثلا عشان هو عايزه خلاص لأ طبعا لأن في الآخر المشكلة تقع عليك إنت إنت اللي عارف فعلا إنت اللي عارف الشكل التشريحي يبقى عمل إزاي إنت عارف المشاكل حاجة لو زادت هتقفل بلات سابلاي إزاي هتقفل إيه فأنت اللي عارف مش هو اللي عارف فاتعلم الفندمنتل صح اتعلم بإيدك صح شوف كذا عيان شوف فرق من العيان ده والعيان ده شوف الدكتور مر قبليك بإيه أما عمل كده افهم منه مش لازم تاخد كل حاجة in a very hard way عادي خد زي ما أنا قلت stand on the shoulder of joints ابتدي من مطرح اللي قبليك ما غلط وتعلم هتعمل غلطات تانية بس يعني مش لازم ناخدها كلها ولا إيه صح طبعا يعني الموضوع يعني بالنسبة للبيشن فعلا هو جاي ما هواش عارف الدنيا ممكن تبقى بالنسبة له البيشن بيبقى جاي زي ما حاليك قلت متأثر بحاجاته هشافها دي على شكل حد تاني خلص يعني شكل بتاع بتاع وش بتاع حد تاني أو شكل بتاع حاجة تشريح معين بتاع حد تاني ده بيختلف من من البيشن للتاني ومش كله زي بعض يمكن أنا لو صبقت دي هتعليه بالزبط يطلع كأنه متركب لجو كده خلص بشكل وحش جده جده لا التجميل مش كده التجميل اللي هو عبارة عن تناسق في الأول في الآخر ما بين كل العناصر بتاعة المنطقة اللي أنا شغال عليها كلها مرة واحدة فالتناسق ده مش هيمشي لو البيشن تهي اللي مقرر ان هي عايز تاخد الحتة دي بالشكل فلاني والحفل دي بالشكل فلاني تركبش كده سداني كل حاجة هتقلب عليك انت في الآخر صح 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 يو عزة ليدر في الآخر انت الليدر بتاع المنطقة دي ماشي لو لو سمحت العيان تليد ديو انت اللي خسره مضبوط طيب بالنسبة بقى للمقطة بتاعة الممارسة بقى نفسها ايه هي الريسكس اللي ممكن يواجهها الدكتور اللي بيبتدي ان هو يبتدي يخش في مجال الحقن للتجميل النسائي وممكن حاجات تبتدي ان هي تتواجهه تبتدي تعمله مشاكل او تبتدي ان هي تتخلي النتائج بتاعته مش افضل حاجة او ان هي تبتدي ان هي تتحط الريسكس معين اول حاجة الحمد لله مش عندكم الجلدية تحس ان هم هادين شوية دكتور النساء تحس ان هو ايه مشرط شوية حاجة كده اللي هو ايه داخل بدم داخل بقلبه قوي ايه التجميل مش مشكلة دي حاجات بسيطة وحاجات صغيرة داخل الدخلة اللي بقلب قوي دي بتخبطك في حيطها هتخبط في حيطها مشي النساء التجميلة على قد ما هو ابسط من النساء كريسك او حاجة على قد الدخلة في بعشم قوي هتخليك تخبط في حيطها هتخليك قادر قوي انك تحقن حقنة فيلر زيادة او هيحصل ايه يعني ده احنا عندنا الاريا اكبر والبلات سابلاي اقل فادي دي مش محسوبة ولا حد الهلك ازاي هتدخل هتعمل اكتر من الكمليكيشن بتاعت الناس تخيل تخيل اللي شفته في عمرك كله حاجة واللي هتشوفه في التجميل النسائلة او عملتها غلط تبقى حاجة تانية خالص وخصوصا انك ملاكش جايد لاين ملاكش جايد لاين فخليك سيف خليك ماشي مع الحدود السيف ما تخليش برضو في حتة كمان مش عارفة قولها ازاي بس اللي هو منتكلم ان الفيلد فروتفل او بيكسب حلوة بامانة ماشي احنا كلنا ده كترة وفاهمين ده فالفيلد بتاع الاثاتيك بيجيب فلوس اسرع واسهل نظريا من النسب وما فيهاش لحد بيموت ولا بيبي بيطلع بيعيط ولا بيدخل حدنا ولا ام ما فيهاش دي على العكس تماما اول ما تدخل الموني اول ما يدخل النفس البشرية في الفيلد ده هتلاقي نفسك لأ بدل ما حقنها حقنة اربع خمس تلاف جنيه تم ما حقنها ست سبع حقن او خمس حقن والفيلد عندي امن وكده هتخبط في بلات سابلاء هتخبط في نيرف هيحصل لها ريداندنسي هيحصل لها نيكروزز ونكروزز هنا جون فهي دي مشكلة دايما بقول لهم ايه اعرف الحد الامن ويمشي جنبه اول ما تلاقي نفسك لأ طب دي هتدفع اكتر لأ طب انا هدي اكتر العيانة عايزة كده العيانة جاية تقول لي احقيني خمس حقنفلر يعني هي عايزة والدنيا امان عندي مادي لأ دايما بقول لهم لو هي محتاجة خمسة حط تلاتة وخلي اتنين في الريتاتش خلي اتنين بعد اسبوعين شوف الدنيا هتوصل لإيه شوف فيه ممكن العيانة بالصدفة يبقى عندها حساسية من المادة اللي انت بتحطها انا عندي عيانة كان عندها حساسية من بوتوكس ودي ندرة وليلة جدا اني بقى عند حد بوتوكس وخصوصا ان هي عاملة بوتوكس في الشهة وطلع عندها باجينيزمس كان عندها بوتوكس ودي يعني موحد في الالف تقريبا واحد وليلة قوي بس ما تلمس فيها تلمس والبوتوكس ملوش انتدوت فانا دايما بدي اقل جرعة من البوتوكس ليه انا ملوش انتدوت ملوش انتدوت يعني ايه يعني ملوش حاجة تعادله فتلغي اثره فبقى انت البست انت دخلت بعلف فانا بس ما تستهونش باي حاجة الجسم البشري دي ايقونة ربنا في الارض فما تلعبش اللعبة دي لان اللعبة دي صعبة كويس هو فعلا الموضوع ده بيواجه دا كاترة كتير في الاول ان هما اه لا ده يعني احنا ما احنا شغالين بالذات الجراحين ايوا الجراحين يعني جراحين التجميل وده كاترة الناس لما بيجوا يخشوا في الجزء بتاعت التجميل عشان ده احنا بالنسبة لنا ده احنا هيجي ايه ده هيجي جمب ايه جمب الرزك بتاع المشرت وانا انا ممكن اقطع النرف وانا شغال ده انا بقى قطع بلندر وخياطها تايبي ده احنا تشقلبنا اه حتتحقنا انا فيه دكتورة يعني لسه جايباني كانت اخد كانت عايز تاخد معايا كورس بس انا ملحقتها اش جاتلي بكومبليكيشن سبحان الله فاتصلت بيا دكتورة تعالية رحت لها العشان بتاعة الدخلة بتاعة الفيلد بتاعنا ودخلة بالاخر دخلة بجهاز وراحت معالية وبشآلها هيحصل دكتورة مش اكتر من المشرت لا اكتر من المشرت لان الجهاز المشرت ان Burning Dog مشرت ده ايدك انت اللي بتحط وانت اللي بتشيل الجهاز لا الجهاز مالوش امان واللي انت بتعمله مع عيان برقم معين هتلاقي عيان تاني نص الرقم ده عامل معا كومبليكيشن صح؟ طيب طيب. فهي فعلا الجزء دي يعني دايما بنقول لديكاترا اللي بيوكلوا معنا ان هما يعني احنا. بي سيف از ماتش ديكودي. اه مش هنمشي جنب الحيط. احنا لو نعرف نمشي جوه الحيط. جوه الحيط. هي حلوة مع الجلدية محمد. يعني دايما بتوع الجلدية بحس حتى ما يجي ياخده آآ جينيكالودي بتلاقيهم هاديين وماشيين كده. انت عنيسة. اهو. يا بنتي. يهديك يهديك. يلي انت راخده في ده. ده حقيقي. ده حقيقي فعلا. انا بشوف القصة ديت مع الدكاترا. التخصصات الجراحية لما بيجوا يحقنوا حقن تجميل. يحقن تجميل. تبص تلاقيه طول الوقت هما عشا من ايده. اه. ايده سبقاء. ايده سبقاء. ايده سبقاء. لأ. ودي كانت مشكلة اللي اتاتك عندي في الاول. لان انا عندي دكاترا في البراكز بتاعتي. فالهو. الايد اللي ده عشا بالجراح ده. لأ. بتجيب وراء. خد وقتك وقيم البشرة الاول. وقيم المكان اللي انت داخل فيه. وشوف اه. شوف انت داخل على نفس المستوى اللي انت عايزه بالزبط. ولا ايه. ولا اه. طبع. واحدة واحدة كده. وتأكد الاول ان كمان لما تكون انت بتتدرب. الدكتور تمام انت بالنسبة لك انت كده داخل صح بكبداية وكمل. ولا اقف على كده. ولا اطلع. ولا ايه. ايه. لأ. دي الجراحين ببقى. اه لا تمام. انت وصلت لشيس حضرت. خلاص. فيه. شيس حضرت. اه. لا فعلا. فعلا دي نقطة مهمة جدا. طيب. اه. عايزين بقى يعني اخر حاجة بقى نبتدي ان احنا نتكلم عنها. احنا تنصح ايه عموما الديكاترا اللي هم عايزين بقى يبتدوا يتخصصوا في التجميل النسائي. بشكل عام وداخلين في المجال دوت. ايه نصيحة ليهم. اه. كخطواتهم ممكن ياخدوها. او ان هما يتفادوا ايه. او ان هما يبتدوا ان هما يعني يحطوا نفسهم في انا حتة. اول حاجة. be as much basic as you could. اتعلم اساسيات الحاجة من حد جرب كذا مر. ما ينفعش تدخل يعني تدخل على راية. لان البيبرز مختلفة بطريقة. انا شفت من دولة لدولة اختلاف في البيبرز بطريقة بشعة مدام ما فيش جايدلاين احنا بنتكلم على دايما انا اقول الكلمة دي يعني ايه احنا دلوقتي في ارا روعة روعة يعني زمان احنا على الجيل اكبر كمان كنا عشان نتعلم الحاجة بنقعد كتب بقى وفكر كتب وفتح كتب بقى هنا وهنا وهنا دلوقتي الفيلد نفسه جديد مفوش الكتب اتنين مصادر المعرفة عالية جدا عن نت ومش كلها documented فانت ما تقعدش بقى تخترع العجلة من الاول اميتيت انقش بس انقش من حد صح يعني يمكن في ناس دايما عندها الكلمة دي دايما تقولي ملاش الكلمة دي يا مرواب لا ليه ليه ما ممشيش على تراك التعمل واتطمنت ان هنا مفيش حفرة مدام انا ما عنديش جيد لغنا بجعله في اي وقت مثلا خلاص هنا مفيش حفرة ابتدي بقى تعلم من حد الحفرة هتلاقيها فين وعديها عايز تقع في كل حفرة براحتها فاش اي حاجة خالص اي دي هل في بعض البراكتسز اللي ممكن تكون منتشرة وبعض الدكاترة بيعملوها حريك شايفة ان هي ممكن تكون مش مزبوطة او مش صحة مش المفروض ان هي تتعامل في المكان ده او اداء معينة بتستخدم طول معينة ممكن تكون معاكي بتستخدم بتستخدم بالشكل مش الامثل ليها وملهاش اي لازمة فيها او ممكن تعمل طبعا طبعا في اجهزة زي ما انقلت في الاول مش بتاعت المنطقة دي خالص مش بتاعتنا يعني مش بتاعتنا بس الجهاز موجود في المركز والدكتور اتدبس في عشر مليون جنيه غصبا عنه النفس البشرية تدخل لتسوي الدنيا خالص فإيه لا تم اعملوا ده الجالسة بربع خمس تلاف جنيه اعملوا على حرارة ليالي المنطقة عندنا سو سانس اللي بيستحملوا الوش او اللي بيستحملوا اي هاند او لاج مش احنة والحرق عندنا ممكن يبقى درجة تالتة بوليس والعلاج بتاع الحرق في الاماكن الانتمتارية سو بات يعني يا رب ما اكتبها على حد فليه خليك جوه الحيط زي ما بتقول خليك جوه الحيط ماشي بلاش تستعجي النتائج واحد بلاش تدخل المادة بقوي لان على فكرة كانت حتى مثلا قديم عندنا زمان اللي بتعملوا النملة في سنة اللي فيه بيجي ياخدوا هو فعلا يعني اللي انت هتعد فاكر انك عملت لامه هتلاقي حاجة جابت لك طب ليه slow slow باتشور خليك slow تعلم واحدة واحدة تعلم صح imitate 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 قلد الناس قلد اتعلم الطريقة الصح وبعدين علي عليها ما طبع محمد انت النهاردة بتحهم بطريقة واحدة اول ما بدأنا كلنا كنا بنحهم كانيولا وبطريقة واحدة وكده اعلى اعلى بعد كده خد خد بايزيكس بعد كده خد don't either stop to learn when you stop to learn اطلع برا الماركت الماركت خلاص بقى اشرص ما تتخيل مش هيخليك واقف مكانك الماركت يا اما تعلى فيه يا اما تطلع برا طبعا يعني اخر حاجة بقى يعني عايزين نتكلم عليها ويعني ايه الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في مجال التدريبي في عندنا في future vision ممكن تكون مختلفة شوية في الحيطة دي عن بقية الاماكن ايه الحاجات اللي ممكن تكون مشاكل ممكن يكون بنتفاداها الى حد ما في القصص دي تدي quality شوية او تقل شوية للموضوع بتاع بتاع التدريب ما شاء الله يوم future vision حلوة في حاجة قوي اللي انا شو ده عندهم منهم ايه عندهم الهانس اون عالي جدا وده ده اللي مطلوب لان كعلم نظري ايويل نت كمبيت وث بوك انا مش جاية نفس كتب ولا جاية نفس بيبرز يعني انا كواحد جاية اتعلم مجال جديد العلم في العلم موجود ماشي اعضى اقرى بقى واشوف ده فرق من ده وخصوصا ان هو مش documented فاللي هو ايه العلم ده يبقى موجود جنبي ارجع له كل حاجة الpractice اللي موجود في future vision على كمية عيانين مختلفة بطرق مختلفة رأى ماشي وبإذن يعني انا انا دايما بيقول انك انت واقف ومعاك دايما تدخلش هنا لا ادخل هنا طب العيان ده مش معنى الدكتورة شوف العيانة دي منيبوز مثلا العيانة دي سنها كذا العيانة دي سنها صغير فاللي ينفع مع عيانة سنها صغير غير العيانة اللي ينفع مع ده عند العيانة دي مثلا العيانة دي مثلا الاستروجين عامل ازاي فاستجابة جلدها هتبقى مختلفة فالvariation اللي هما بيعملوه بين سن العيانة سن عيانين مختلفة وبراكتكال سكيلز بتتعلمها بايدك دي روعة السابورت سيستم واحد واثنين وتلاتة مفيش احسن السابورت سيستم انا مش بتكلم حتى عن نفسي يعني حتى محاضرين التانين في ناس بدأنا معاهم من سنين والغاية دلوقتي بتصور لي من السعودية دكتورة اعمل في دي كذا طب دي وبرد بساعتها ده إثيكالي حتى بعيدا عن اي حاجة عيانة وقفة قدامك وانت محتارة تعمل لها ايه او ايه إثيكالي لازم لازم ده اي طبيب لأي طبيب طبعا في اي ايا كانت الصلة بينكم لو دكتور بيسألني في اي لحظة بيلاقيني ملقانيش هيلاقي حد من الفريق عندي يعني انا حتى لو مش بتوفير 24 ساعة عندي دكتورة واحدة واثنين وثلاثة واربعة فريق كامل بيرد عليك السابورت سيستم ده الحاجة اللي احنا كان نفسنا تبقى عندنا ايام جيل نحنا احنا كنا متعلم من بير هاردوي والله يا محمول احنا كنا متعلم بطريقة واشا فعلا عدنا بالموضوع بالطريقة الصعبة جدا يعني عشان تلاقي حد يلحقك في اللحظة معينة مفيش وبعدين كان المعلومة بتتخذش كلها مرة واحدة من مصدر واحد وكنا بن فعلا زي ما حريك قلت كده كان المصادر بتاعتنا محدودة لحد ما وكنا بنتعلم حاجات كتير نفسها فاحنا فعدنا بالقصص كتير فعلا كان القصة دي فحنا ده اللي بنحاول نحن لحد نخلي دكاترا اللي بعد كده اه يعني انا دايما بيقول يعني انا كان نفسي الاقي حد يمشيني وراب وسبحان الله يعني عشان ما لقيتوش فتلاقيني ايه بحاول بحاول يبقى ده السيستم اللي يدخل فيه دكاترا وخصوصا مع الجيل ده الجيل ده حرام يعني مش هيلاقي حد يعلمه بجد ويمسك بييد وبعد لا وبعدين ما عندهمش فرصة للخطأ زينا خالص خلاص يعني هو غلطته العيان بقى اه العيان بقى اوريانت بالسوشال ميديا وازاي يتكلم عالدكتور وازاي يعمل مشاكل اكتر من حقه صح احنا دلوقتي من العيانين فضايح فليه طيب اخيرا بنشكر حالك دكتورة نورتينا والله وشرفتينا ويعني فعلا استفدنا كتير جدا 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 من معلوماتك وكلامك القيم جدا في المجال طبعا اخيرا انتظرونا ان شاء الله في حلقات قادمة من البودكاست مع فيوتيوفيجن اكاتيمي نورتوني وشرفتوني انا دكتور محمد حبيد